السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه اتمنى تكونوا جميعا بخيروا في احسن حال النهاردة هعمل معاكم الكريم كراميل تحلية بردة سريعة اقتصادية هنعملها بتلت مكونات بس موجودين في كل بيت وهقول لكم ازاي تعملوا الكراميل وينجح معاكم من اول مرة وهي المراحل بتاعته تابعوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله هيعجبكم جدا ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك شايفين بقى الكريم كراميل بتاعنا جميل ازاي وكريمي وحلو جدا التلت مكونات الاساسية للكريم كراميل هما البيض واللبن والسكر بس كده هحتاج نص لتر من اللبن وهحتاج تلت بيضات تلت بيضات حجم متوسط كده وهحتاج كباية من السكر وممكن نقللها الكباية الا ربع سكر نصها هاخده للكراميل ونصها للكريم كراميل وممكن نحط ربع كباية بس للكريم كراميل اضافة زيادة كده من عندي بحب اضيف لبن بودر معلقتين لبن بودر لو ما عندي جيش تقدر استغني عنهم عادي جدا واهم حاجة بقى عندي هنا ان انا بستخدم فانيليا سيلة بتضيع زفارة البيت جدا وبتدي ناكه حلوة جدا ومهما زودت منها بش بتدي مرارة خالص في الكريم كراميل العبوة ديت على فكرة بتتباع عند اي عطار عادي جدا وسعرها رخيص جدا تقدر تسألي عليها ويجيبيها نبدأ بقى نشوف هنعمل ايه انا رفعت اللبن عن النار عشان يسخن معي وحطيت عليه اللبن البودر طبعا لو مش عندك ما تحطوش وبتدي دنسيجة برضو حلوة جدا بس انا حبيت ان هو يبقى مغزي اكتر خصوصا لو عندك اطفال او كده هدوضهم مع بعض كويس بالمضرب كده على البارد قبل ما اللبن يسخن وبعد كده هشغل عليه النار وهسيبه لحد اه اللبن ما يسخن معي ويغلي يعني يوصل لدرجة الغلايين الناحية التانية بقى جبت طوصة اه يعني يفضل تكون الامونيوم عشان تشوفي لون الكراميل كويس وضفت فيها نص كوباية من السكر وهضيف كمان معلقتين كبار مية زي ما انتم شايفين كده مش بحرك الطوصة خالص ولا بقلبها ولا اي حاجة بسيبها لحد ما اه هوريكم المراحل دلوقتي بتاعت الكراميل واحدة واحدة خليكم معي بفضل بس احرك الطوصة اه بايدي الطوصة كده من غير ما اقلب بمعلقة ولا حاجة لحد ما حس كده ان هو ان السكر بدأ يدوب كده بالشكل ده كده ابدأ بقى اجيب معلقة كده تكون ايدها طويلة وخلي بالي جدا عشان الحرق بتاوي بيبقى صعب جدا ويقلب بالراحة جدا زي ما انتم شايفين كده بعد كده هتلاقي السكر بدأ يكتل معاك تاني زي ما انتم شايفين كده طبعا انت هتفتكروا بقى اللي لسه اول مرة يعمله هيفتكر ان كده خلاص هو باز معي لأ هتفضلي صبر عليه هو بياخد وقت شوية هتصبر عليه لحد ما يبدأ يسيح معاك تاني زي ما انتم شايفين كده بالضبط وطبعا النار بتبقى هادية جدا نخلي بالنا شايفين بدأ يسيح ازاي كل التكتلات دي هتلاقيها بتسيح معاك واحدة واحدة لحد ما يوصل للقوام دوت بالضبط واللون الجميل ده بالضبط تبدأتش ليه من على النار على طول شايفين هو ده اللون اللي انا محتاجه بالضبط ما تغمقوش اكتر من كده عشان ما يديش طعم مرارة بعد كده جبت القالب اللي انا احط فيه تقدر تستخدمي اي اوالب موجودة عندك او حتى الفناجين بتاعة الشاي البايركس او الصيني او اي اوالب موجودة عندك استخدميها ممكن تعمليه في صانية عادي جدا انا ده هنا القالب ده كويس بزديت عشان اقدر اطلع منها اه اقلبه يعني بكل سهولة وبعد كده بتنزلي الكراميل بسرعة جدا لهو لان هو بيجمت بينشف بسرعة فلازم تنزليه على طول في الاوالب اللي هتعملي فيها وهو سخن بسرعة جدا وبعد كده بحرق القالب كده عشان اوصل الكراميل لكل القاعدة بتاعت القالب انا حبيت اعمله في قالب البريوش ده عشان بيبقى شكله حلو كده لكن لو مش عندك استخدمي اي اوالب موجودة عندك او اي صانية او اي حاجة موجودة عندك مفيش اي مشكلة ينفع تدخل الفرن بعد كده عندي اللبن عندي السكر هضيفه على البيت دي نص كباية تقدر تضيفي ربع كباية حسب رغبتك فيه اه الطعم اه يعني بتحبيه مسكر او لا وهضيف عليه يعني حوالي معلقة صغيرة مليانة فانيلي يعني حطيت العبوة دي كلها تدي نكها حلوة جدا وابدأ بقى اضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقاش اه يعني اختلتوا مع بعض اه كويس جدا الصفار والبيات يختلتوا كويس جدا حسيت ان ما اضرب بش ماشي معي فجبت شوكة حسيت ان يعت بقى اسهل وبدأت ايه اضربهم مع بعض كويس جدا زي ما انتو شايفين كده خليكم معي كده واحدة واحدة عشان واقولكم ازاي تساووه برضو على اه النار من فوق على البتجاز وازاي تساووه في الفرن بعد كده اللبن طبعا صخني جدا لسه منازله من على النار احبت انازل بيت حبة بحبة صغيرين واضرب كويس جدا بالمضرب زي ما انتو شايفين كده مهم جدا اكون سريعة في الخطوة دي عشان انا مش عايزة البيت يستوي معي او زيه يختلت فقط باللبن هو يستوي معنا في الفرن او زي ما هنسويه على عين البتجاز من فوق زي ما انتو شايفين كده دفت باك كده كل الكمية البيض اللي عندي وهقلبهم كويس جدا تحلية بردة سريعة حلوة جدا في السيف مغزية للاطفال اه مكوناتها متوفرة في كل بيت بجد انصحكم ان انتو تجربوها لو حد لسه مجربهاش وعلى فكرة الباكيتات اللي بتتباع برا دي مش صحية زي الكريم كراميل البيتي ده لانها مهما كان هي حاجة مصنعة لكن دي حاجة طبيعية وانت عاملها باديكي في البيت ابدأ بقى اضيف الكريم كراميل على الكراميل دفناه في القلب دايما انتو شايفين كده كنت حاسة ان القلب بيش هاخدهم كلهم بعد كده لا اخدهم كلهم خد معيك مياه كلها لان ده القلب الكبير ده الحجم الكبير من من الاولب دي بعد كده هجيب مياه مغلية واحطها في الصانية بتاعتي واحط معاها معلقتين خل عشان الصانية اه طبعا يفضل صانية الامونيوم عشان بتوصل الحرارة كويس للكريم كراميل وحطيت عليها معلقة خل عشان الصانية ما تسودش معايا يمنع ان الصانية الالمونيوم تتسود تمام بعد كده لو هتسويه على النار من فوق على عين البتجاز دي يعني هتغطي القلب دوت بورق اه اه فويل اه وورق وحتغطيه بغطى وهتسيبه كده على نر هادي خالص لمدة خمسة واربعين دقيقة لحد ما يستويه معك لو هتسويه في الفرن نفس الطريقة بالزبط بس بش هتغطي القلب ولا هتغطي الصانية وهتدخليه في الفرن على الرفل في النص لحد ما اه تقريبا بياخد حوالي اربعين دقيقة وبتشغل الفرن من تحت بس كده انا حطيته في الفرن وخركته بعد ما بيخرج من الفرن بيبقى سخن جدا وبيبقى متماسك بس بش متماسك قوي بس سيبه يبرد وبعد كده بدخله في التلاجة ممكن تكليه بعد ساعتين تلاتة اربعة زي ما تحبي او ممكن تكليه تاني يوم بيبقى افضل وافضل شايفين بقى الجمال رأيكم حلو جدا بجد طعمه روعة لو جربتوه هيجبكم جدا مش هتبطلوا تعملوه شايفين بقى الكراميل سيح عليه ازاي والااا الكريم الكريم كراميل نفسه آآ متماسك وما فيوش فراغات وحلو جدا وطعمه روعة اتمنى تجربوه يعجبكم ان شاء الله ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش فدعوة حلوة من قلبكم وتعملوا لايك للفيديو ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا مني كل فيديو جديد بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة